المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها لهذه الليلة بعد ستة وسبعين عاما من النكبة طفان الأقصى يعيد فلسطين إلى صدارة القضايا في العالم والمقامة تصنع المعادلات وتقلب الموازين لمصلحة أصحاب الأرض في ذكرى إنشائها تآكل وانقسام وعجز عن أداء دورها الوظيفي إسرائيل تعيش هاجس الوجود والبقاء أي أفاق للمشروع الصهيوني بعد التحولات في موازين المنطقة مساء الخير ذات أيار قبل ستة وسبعين عاما كانت النكبة بمجازرها ومآسيها زرع الغرب الاستعماري الكيان الإسرائيلي في فلسطين وقلب الأمة وبدأت رحلة شعب في نضاله نحو تحرير أرضه ما في رحلة النضال هذه التي تربو على العقود الثمانية كان الإصرار على تجاوز الخيبات وتخطي النكسات كان التصميم على مواجهة مشروع التصفية المتلطي خلف اتفاقيات التطبيع القديمة منها والجديدة وكانت المقاومة فكرة ثم فصيلا ثم جبهة ثم محورا قادرا وفاعلا مؤثرا في السابع من أكتوبر 2023 كان الطفان محطة فاصلة بين زمنين عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد بعد عقود من التهميش وباتت المقاومة في موقع من يفرض المعادلات ويسقط أخرى فيما تشارف الحرب على نهاية شهرها الثامن ها هي المقاومة في غزة تشعل محاور القتال من الشمال إلى الوسط والجنوب في جباليا كمائل مركبة تحول المخيمة إلى مقبرة للدبابات وفي حي الزيتون عمليات نوعية تجبر الاحتلال على الانسحاب وفي رفح ضربات تؤكد أن أي عملية عسكرية لن تكون نزها أما جبهات الإسناد فحدث عن معادلاتها ولا حرج وعن مظاهر تأثيرها من الميدان إلى السياسة هذه هي حال فلسطين وهي تحيي ذكرى نكبتها في زمن طفان الأقصى لكن ماذا عن المحتل؟ ماذا عن إسرائيل في ذكرى تأسيسها؟ تآكل في الردع، انقسام عمودي وأفقي قصور وعجز في تلبية الأهداف التي وجدت لأجلها كقاعدة متقدمة للغرب سرديتها تبدو بعيدة عن أذهان شباب العالم لمصلحة السردية الفلسطينية وعزلتها في تزايد في ظل هذا المشهد يعقد العرب قمتهم الثالثة والثلاثين في البحرين غدا قمة عادية في ظرف استثنائي وتاريخي ومحطة اختبار جديدة في محطات الاختبار الممتدة منذ عام 1948 حتى اليوم فهل ينجحون هذه المرة؟ البداية نرحب ضيوفنا في هذه المسائية هنا في الاستوديو برئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن وأيضا الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور الترحيب موصول من دمشق بمسؤول العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد وكذلك نرحب بن صانعاء بعض المكتب السياسي في حركة أنصار الله السيد محمد البخيتي أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام أبدأ معك أستاذ معن ما بين النكبة وطفان الأقصى أي مسار سلكته هذه القضية الفلسطينية في الصراع مع المحتل وكيف تطورت المقاومة عبر العقود الثمانية أول شيء مساء الخير لك مساء الخير للصديقين العزيزين الأخ رفيق المناضل أبو أحمد وللأخ العزيز من اليمن والذين رفعوا رأسنا عاليا ببطولاتهم الأخ محمد البخيتي وطبعا تحياتي لمشاهدين الكرام طبعا بعد مقدمتك من الصعب أن نتحدث الكثير عن ما يفصل بين نكبتنا بـ 48 وبين واقعنا الحالي للأنصاف هي لمنتجة المسائية ميساء جديد نعم شك حقيقة كان تحليلا دقيقا أنا من جيل أريد أن أقول من جيل فتحت عيوني وكنت في الرابع من عمري على مظاهرة ضخمة في مدينة طرابط في شلمان جبنان لاستقبال فوز القاوخجي وسألت من هو فوز القاوخجي وأنا في هذا العمر وجدت كل هذه الجماهير قيل لي أنه قائد جيش الإنقاذ في فلسطين ومنذ ذلك الحين بدأت الأسئلة عن فلسطين ماذا جرى في فلسطين ما هي نكمة فلسطين وتطور الأمر إلى أن أصبح التزاما بقضية فلسطين أشعر باعتزازني اليوم بما يجري في فلسطين لأنه أؤكد أن رهاننا على صعب فلسطين وعلى المقاومة في فلسطين بكل مراحلها لم يكن بعيدا عن الحقيقة بل ما يجري اليوم زعل ليوم النكبة معنا جديدا كنا نحتفل بيوم النكبة في مناسبات كثيرة بالخطب بالبيانات بتحركات باحتفالات موسيدة لكن أقول أن أحياء ذكى النكبة اليوم في جو طوفان الأقضى في جو هذه البطولات التي نسهدها والتي تؤكد على عظمة هذا الشعب وفي جو الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني التي تؤكد على وحصية هذا العدو أعتقد أننا نعيش مرحلة جديدة نحن بالأمس عقدنا لقاء وطنيا حضره حوالي 300 شخصية وشاب في سفارة فلسطين تحت عنوان من النكبة الانتصار يجب أن نخرج من مفردات تعيدنا إلى جو النكبة لندخل في عصر المفردات التي تفتح لنا باب النصر وأعتقد أن ما جرى في طوفان الأقضى بغض النظر عن كل ما يمكن أن يقال وبغض النظر عن ضحايا كل واحد منهم يعني لنا الكثير لأنه سهيد طفلا كان أم امرأة أم شيخا أم مقاوما يعني الكثير لشعب فلسطين ولأمته لكن أقول أن ما يجري وخصوصا اليوم ما نسمع عن عمليات في جباليا في حي الزيتون في رفح وعلى امتداد فلسطين ما نراه أيضا على الجبهة اللبنانية من هذه العمليات النوعية التي أدت إلى تهجير ما يقول عن 100 ألف مستوطن أو مقتصب صهيوني من شمال فلسطين أعتقد نعيش الآن حالة أمل بعد أن كنا نعيش حالة ألم حين نتذكر نكبة فلسطين ولأننا نتحدث عن ذكرى هذه النكبة بسياقات مختلفة عن سابقاتها في زمن الطفان وأشرت إلى تطور المقاومة التي كانت فكرة بفصيل جبهة بوتنا اليوم أمام محور وجبهات مساندة تحمي إنجازات المقاومة الفلسطينية في كلام مهم كان قبل قليل لرئيس المكتب السياسي يتعلق بذكرى النكبة السيد اسماعيل هنية الذي قال بكلمته بهذه الذكرى إن الفلسطينيين يحيون الذكرى وهم يعيشون مرحلة طفان الأقصى كمقدمة للتحرير فيما المقاومون يمرغون أنفى الاحتلال فلنتابع وها هي الذكرى تمر بنا بينما شعبنا يخوض معركة طوفان الأقصى مقدمة التحرير والاستقلال بإذن الله ويمرغ أبطالنا أنفى المحتل في التراب ويؤكدون بأن زواله عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية وأن كذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد هم أرادوها نكبة تقضي على الشعب الفلسطيني وتنهي قضيته المقدسة فإذا قضية فلسطين حاضرة قوية في وعي شعبنا وأمتنا وأحرار العالم سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد نحن نتحدث عن وجود لهذه المقاومة تطور بالأدوات وبالأداء وبالقدرات إلى أين وصلت كيف راكمت هذه القوة وهذه الإرادة على الرغم نحن نتحدث عن حصار عن إبادة جماعية مكتملة الملامح مستمرة حتى هذه اللحظة من خلال حروب خضت بكافة الأشكال والأنواع مع عصابات قتلة تسلحوا واعتادوا الإجرام حملت السلاح والمال والدعم الغربي المطلق شكرا لك وتحية للضيوف للإخوة الكرام الذين لهم مكانة خاصة عندي وعند الشعب الفلسطيني كله بعد ذلك نحن نحيي هذا اليوم من كل عام فعلا حتى يؤكد شعبنا على الثوابط القومية والثوابط الوطنية والتي لم يحيد عنها ولم يحيد عنها ونحن فعلا منذ ذلك الوقت استخدمنا العبارة الناصرية المعروفة بأن هذا الكيان وجد بقرار الامبريالية العالمية وفي ذلك الوقت من قبل الامتداب البريطاني ومفيد جدا حقيقة أن نعرف الحقائق كل العالم وكل الأجيال ووقتها استخدمنا ونازم نستخدم الحقيقة العبارة التي تقول لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق لأن هذه هدية قدمت للعدو الصيوني والعصابات الصيونية واليهود إلى آخر تحت هذا الشعار لمعنى أن الامتداب هو الذي حمى هذه الغزوة الصيونية لتقيم كيان في وطننا في نفس الوقت الشعب الفلسطيني يحتفل بهذه المناسبة ليؤكد أنه مستمر في النضال والمقاومة وليؤكد أن هذه الأرض أرضه وهذا الوطن وطنه وهذا يعبر عنه أهلنا في فلسطين المحتلة عام ٢٨ وفي كل الأرض الفلسطيني وفي بلدان الشتات واللجوء الذين لا يزالوا يحملوا مفاتيح بيوتهم في يافا وحيفا والجليل إلى آخر وهذه الأمور باتت معروفة لدى الجميع أما هذه المرة فبعد مضي ٧٦ عام تقريبا هذه مختلفة الحقيقة عن المرات السابقة وإحياء المناسبة في مرات سابقة مختلفة كثيرا فهي الحقيقة يعني كلنا نعيش وضع لم نشهد مثله سابقا حتى نحن من مارسنا النضال والعمل السياسي لفترة طويلة من الزمن كما تحدث أخي العزيز يعني الأستاذ معين ونحن الآن أمام حدث تاريخي نوعي لم يسبق له مثيل يكاد يكون قد قرر في سبعة أكتوبر مصير هذا الكيام لذلك يعني نحن في زمن ليس هو زمن الهزائم زمن الهزائم ولا وزمن الجرائم التي يتكبها العدو بدون عقاب أيضا ولا وزمن الاحتلال عندما يريد أن يحتل منطقة أو بلد أو إلى آخره أو يغتال إلى آخره كان يتصرف كما يشاء ولكني أريد أن أقول في بداية الحقيقة هذه المقابلة يجب أن نبحث فعلا دائما عن من شكل هذا الكيام ودعم هذا الكيام بدءا من وعد بالفور والإمبريالية العالمية بريطانيا ثم بعد ذلك الولايات المتحدة هذا الكيام صنيعت هذه الإمبريالية وثبت بالملموس الآن أنه صناعة هذه الأمن وهي حمايته وهي تدافع عنه وتقاتل معه ضد الشعب الفلسطيني وضد محور المقاومة أنا أقول أن إمكانات المقاومة كبيرة وكبيرة جدا وأعتقد كل متابع يلاحظ أن عدد القتلة من قوات العدو يوميا تزيد في هذه الفترة تصل أحيانا لخمسين جريح وأحيانا لثلاثة وعشرين جريح وأحيانا لحد عشر قتيل إلى آخره إلى آخره وأنا لا أريد الحقيقة أن أقارن بين هذا والحروب السابقة التي حصلت مع الجيش العربية لكني أقول أننا نحن في عصر وفي عهد مقاومة كانت ولا زالت وهي الآن تعبر عن هذا الشعب وضمير هذا الشعب وهي محتضنة من كل الشعب توايا كان ذلك في داخل الوطن أو خارج الوطن والنصر الأكيد سيكون لهذه المقاومة ولهذا الشعب وللمؤيدي ودائمي هذا الشعب وهنا نتحدث عن استعادة هذه القضية معك سيد محمد لبخيتي الصدارة من جديد نتحدث معك من صنعاء وأي صنعاء وأي يمن نحن نتحدث عن اليمن الذي يؤكد يوميا فعليا وعمليا بأن فلسطين هي أولوية هذا الشعب اليمني بقضاياه المحقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني كقضية قومية بالدفاع عن عروبية كذلك فلسطين بالأرض وأيضا بالانتماء اليوم هذه الذكرى بظل هذا العضوان وما بين نكبة 15 من أيار عام 1948 و7 أكتوبر عام 2023 بأي حال أصبح هذا الكيان وبأي حال أصبحت اليوم المقاومة الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين وحيا أيضا الأخ معن بشور وكذلك الأخ أبو أحمد فؤاد وحول دور اليمن عندما تحدثت عن دور اليمن أنا تذكرت أول اللقاء لي مع الأخ معن بشور في بيروت وكان ذلك في عام 2016 وطبعا عندما كنت ألتقي بمؤيدي محور المقاومة كان أول سؤال يطرح عليه أن أحدثهم عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان فعندما ألتقيت بالأخ معن بشور بدأت أحدثه عن صمود الشعب اليمني هو أستوقفني قال لي محمد توقف لا تحدثني عن صمود الشعب اليمني لأنني أعرف ذلك حتى قبل العدوان وحتى قبل الأحداث الأخيرة وحتى قبل حروب صعدة أنا طبعا استغرت قلت لك كيف قال أنا زرت اليمن عدة مرات وأحتكيت بالشعب اليمني ووجدت لدى الشعب اليمني أصالة وطيبة لم تعد موجودة في بقية الشعوب فعرفت أنه سيكون لهذا الشعب دور ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم فهذه النبوءة التي كانت في بدايتها أصبحت اليوم حقيقة ونعم واقعا طبعا عندما نتذكر بداية النكبة والآن أهم نقطة ملفتة هو أن قادة الكيان في الوقت الحالي قد فقدوا الرؤية الاستراتيجية بشكل كامل بعكس قادة الكيان في بداية التكوين في عام 1948 مثلا الصورة الأخلاقية الزائفة التي حرص عليها قادة الكيان في بداية التكوين سقطت اليوم بشكل كامل لأنه في بداية تشكيل هذا الكيان كان يستخدم أو يقوم بارتكاب الجرائم بشكل متعمد لتحقيق أهداف استراتيجية وهي إخافة الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وكذلك أيضا إخافة بقية الدول العربية والإسلامية لكن اليوم يرتكب الجرائم بهدف الانتقام لذلك صورته الأخلاقية الزائفة سقطت وهذا تعتبر خسارة كبيرة الكيان الصهيوني أيضا كان يعتمد على تشويه الخصوم في اعتبار أنه الكيان الديمقراطي الذي امتلك الحرية وكذا وكذا الآن هناك تعاطف كبير ليس فقط مع مظلومية الشعب الفلسطيني وإنما أيضا مع المقاومة الفلسطينية حيث أن شعوب العالم باتوا ينظرون لهذه المقاومة ليس كإرهاب كما حاول الكيان الصهيوني تصويرها وإنما كمناظلين في سبيل الحرية وأنا طبعا عشت في هولندا سبع سنوات وفي كندا سبع سنوات وكان التشويه في ذلك الوقت لا زال حاضرا في وعي الشعوب الغربية أيضا الكيان الصهيوني اعتمد على قضية إثارة الخلافات بيننا كعراب وأيضا بيننا كمسلمين لكن طبعا فوفان الأقصى وحد الشعوب العربية والإسلامية وأسقط أخطر وسيلة أستخدمها هذا الكيان وهي الفتنة المذهبية اليوم هذه الأداة التي أستخدمها سقطت أيضا تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه في النهاية دفع الكثير من الدول للتدخل كما هو الحال في لبنان وكذلك في العراق وكذلك في اليمن هذا التدخل ضرب هيبة كل الدول التي تدعم الصهيونية فمثلا الآن خسائر أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني ليس فقط في خسارتها العسكرية وفي خسارتها الاقتصادية وإنما في ضرب حيبته وبالتالي أن إصرار نيتنياهو على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية من أجل بهدفه ولكن هذا يحني ويصير في الاتجاه المعاكس بهدف استعادة الرد على المستوى الداخلي لم يتحقق لا على المستوى الداخلي وبالنسبة للمستوى الخارجي لأول مرة يكون هناك تدخل من دول عربية وإسلامية إلى جانب المقاومة الفلسطينية وهذا التدخل كسب تعاطف دولي واسع وأيضا حقق نتائج أسكرية كبيرة وضرب هيبة أمريكا وبريطانيا فمثلا التحدي الذي تواجه أمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر والبحر العربي والآن توسعت رقعات الصراع هذا التحدي لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية وبذلك لذلك نحن متفائلين أن موازين القوى تسير لصالح محور المقاومة ليس على مستوى المنطقة وإنما على المستوى العالم وخصوصا ونحن أمام صحوة ضمير وصحوة وعي على مستوى العالم وهنا هذه التغييرات والإرهاصات ما بين زمن النكبة وزمن طفان الأقصى لا بد من أن نتوسع بها ونتوقف تحديدا لأنه في معضلة الخلافات التي تطفو وطفت اليوم بشكل بارز ما بين أعضاء كابنت الحرب داخل الكيان الإسرائيلي حول اليوم التالي للحرب حول إدارة أيضا قطاع غزة وهذا ما توقف عنده أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث أكد أن حركة حماس وكتائب القسام وجدتا لتبقياه وأن إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب شأن داخلي تناقشه الحركة مع الكل الفلسطيني نحن على تواصل مع الأشقاء في مصر بشأن ما قام به العدو في رفح وخاصة إعادة احتلال معبر رفح ونحن متوافقون على ضرورة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المعبر فورا كما أنه لا يحق له التدخل في كيفية إدارة المعبر بل هو شأن فلسطيني داخلي ونحن سنديره وفق الأصول المعمول بها خامسا كثر الحديث بشأن ما يسمى اليوم التالي للحرب وتوالت مواقف قادة الاحتلال الممجوجة بشأن إدارة الوضع في غزة والقول بإخراج حركة حماس من المشهد ونحن نقول بأن حركة حماس وجدت لتبقى بأن حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى وإن إدارة القطاع بعد الحرب سوف تقرر فيه الحركة مع الكل الوطني مستندة في ذلك إلى المصالح العليا لأهلنا في غزة انطلاقا مما ذكره سيد اسماعيل هنية نحن نتحدث عن فصيل مقاوم أساسي كتائب القسام الذي خطى هذه الانتصارات منذ السابع من أكتوبر إلى جانب باقي فصائل المقامة الفلسطينية بغرفة مشتركة وحدة ميدانية فلسطينية واضحة بمواجهة المحتل هذا كيف سيؤثر على مستقبل هذا الصراع مع المحتل وأيضا بين هاندين الزمنين الذي أشار إليها الأستاذ البخيتي بين زمن النكبة وزمن طفان الأقصى نحن أمام أي تغييرات على الصعيد العالم العربي والإسلامي بين من يدعم اليوم القضية الفلسطينية برسائل ميدانية استراتيجية سياسية تفاوضية ومن اختار التطبيع وحتى بهذه اللحظات يعيد الحسابات التي جنح إليها يعني بداية بتسمحي لوجه تحية خاصة للمجاهد الكبير الأخ أبو العبد إسماعيل هنيي على كل ما حققته حركة حماس ومعها كل فصائل مقاومة من إنجازات أعتقد أنها فاجأت الكثيرين وفرسمت بالفعل طريقا جديدا لمعركة التحرير على مستوى فلسطين وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى العالم ولا بد أن أقول هنا أن هذه المعركة التي اتخذ بالفعل كما توقعنا منذ اليوم الأول وربما في هذا المنبر المقاوم منبر الميادين الحر توقعنا أن هذه المعركة لن تحقق فيها العصابات الصهيونية انتصارا بل ستكون أيضا مقبرة لهذا العدوان لأننا نعتبر أن حماس هي وليد طبيعي لهذا الشعب الفلسطيني وقد جاءت نتيجة تراكم النضالي نحن بالتأكيد عشنا مراحل هذا التكون هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الشعب الفلسطيني معارك نحن في بيروت كما يعرف أخي ورفيقي أبو أحمد نذكر أننا عشنا عشرا يومها قلنا قد تخرج قوات المقاومة الفلسطينية من لبنان لكن روح المقاومة باقي في هذه الأمة وكنا نعتقد أن معاركة لبنان سنة 82 والتي استمرت 3 أشهر قد ستؤسس لمرحلة من مراحل مقاومة وجاءت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وجاءت معارك سيف القدس وغيرها لتؤكد أننا أمام عملية تراكمية بدأتها حركة فتح والجبى الشعبية والديمقراطية وغيرها من التنظيمات وانتهت أنا هنا أريد أن أقول وردا على سؤال مهم طرحه الأخ أبو أحمد كيف تشكل هذا الكيالي؟ ربما الكثيرون يعودون إلى وعد بالفور لكن حقيقة الأمر وهذا ما كشفه المؤرخ الفلسطيني الكبير الشهيد الدكتور عبدوهاب الكيالي في كتاب المهم ربما دفع حياته ثمن هذا الكتاب حين قال أن هذا المشروع بدأ بالألف وثمانمية واربعين وبدأ من خلال مشروع بالمستون رئيس حكومة بريطانيا الذي فوجئ بأن مصر يومها بقيادة محمد علي وإبراهيم باشا قد وصلت زيوشها إلى حدود الأناضول كانوا بالأول يشجعونها من أجل أضعاف الدولة العثمانية لكن لما وصلوا حدود الأناضول أخذوا قرارا بضرورة انكفاء هذه القوى ويأومها كتب بالمستون يجب إيجاد حاجز بشري بين مصر والمشرق العربي بل بين المشرق العربي ومغرب العربي وهذا المحاجز البشري هو هذا الكيان الصهيوني بالفور أتى ترجمة لهذا الوعد وعد بالمستون قبل وعد بالفور بمعنى أن هذا الكيان كان جزءا من خطة استعمارية للسيطرة على المنطقة ولتجلئة المنطقة لذلك جاء وعد بالفور وجاء سايكس بيكو في السنة ذاتها تقريبا تأكيدا على أن الوحدة والتجلئة والكيان الصهيوني مترابطان مترابطان إذا حررنا نوحد وإذا وحدنا نحرر أعتقد هذه دروس تكشفها اليوم طوفان أخصى وما ذكره الأخ محمد البخيتي حول لأول مرة أن هناك جبهات عربية فتحت هذا ذليل أن هناك تطور نوعي في هذه المعاكة الآن لم تعود المعاكة في فلسطينة وحدها لم تعود في فلسطينة ولبنان وفيهم توأم المقاومة الحقية بل باتت المعركة تشمل العراق وسوريا تشمل اليمنيين الأبطال الأشاوس والذين لم يذكر الأخ محمد البخيتي أنني قلت لها يومها أنني تعرفت على بسالة اليمنيين خلال معاكة بيروت ومعاكة لبنان سنة 82 كما تعرف الأخ أبو أحمد عليهم قلت أن هذه الكلها تؤكد أن المعركة اليوم باتت مختلفة وإذا أضفنا إلى هذه المشاركات ليلة 14 نيسان حيث قامت القوات الجمهورية الإسلامية بتلك العملية المهمة جمهورية الإسلامية في إيران بتلك العملية المهمة التي زعزعت الكيان الإسرائيلي وأظهرت أنه مكشوف رغم كل الغطاء الأمريكي لذلك نعتقد أننا في تطور وإذا شاهدنا ما يجري في العالم من هذه التحركات الطلابية وغيرها فإذا نحن أمام بالفعل مشهد شديد يجب أن ينعكس على مواقف دولنا العربية وخصوصا في هذه القمة لا يجوز أن تكون القمة العربية قمة باهتة يقال بأنه سوفية تبنى دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وهذا ما كشفه مندوب فلسطين تحديدا دائم لدى الجامعة العربية هل هذا هو المطلوب بالمسعى العربي؟ المطلوب بالمسعى العربي أولا دعم المقاومة ثانيا إسقاط اتفاقات التطبيع ثالثا ممارسة كل وسائل الضغط على الكيان الصهيوني وعلى داعمي الكيان الصهيوني وبيد العرب أسلحة كثيرة في هذا المجال لا أتكلم عن السلاح العشكري ولكن أتكلم عن السلاح الاقتصادي عن السلاح النفطي عن عديد ديبلوماسي وأعتقد ما تقوم به الجزائر في مجلس الأمن من مقترحاته يؤكد أن إمكانية إحراز انتصارات على المستوى الدولي باتت ممكنة جدا وما نراه من تصويت في الجمعية العامة للمتحدة يؤكد أن العالم اليوم قد تغير كثيرا كيف تغير هذا العالم بقراءة معمقة أكثر كذلك معكم وضيوفنا وأيضا نضيء على هذه النقاط بهذا التقرير تحديدا فما عن القضية الفلسطينية بين عام النكبة واليوم ما الذي تغير في الحسابات وماذا عن المقاومة داخل فلسطين وبجبهات الإسناد وكيف تحركت الشوارع نصرة لغزة القراءة للزميلة جراسيا بيطار رغم الإبادة باقون ورغم التهجير عائدون الشعب الفلسطيني هو من الشعوب التي تترجم شعاراتها بالدم والنار البقاء في الأرض والعودة إليها لطالما ترجم على مر التاريخ كل كلمة من هذا الشعار هو شعار فعاليات ذكرى النكبة لهذا العام لكنه يصلح أن يكون شعارا لكل مراحل هذا الشعب الأبي فالإبادة كانت وهي مستمرة والتهجير كان وما زال مستمرا ولأن الإجرام مستمر المقاومة مستمرة أيضا لطالما خرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية لإحياء ذكرى النكبة على أكفهم يحملون دماءهم ومفاتيح العودة وفي قلوبهم حفروا أسماء مدنهم وقراهم وقبلها جميعا استوطن إيمانهم في ذلك اليوم المشؤوم من الخامس عشر من أيار مايو قبل ستة وسبعين عاما بدأت الإبادة يومها جرى تهجير نحو تسعمائة وخمسين ألف فلسطيني من مدنهم وبلدانهم الأصلية من أصل مليون وأربعمائة ألف فلسطيني كانوا يعيشون في ألف وثلاثمائة قرية ومدينة هذه ليست أرقاما هذه قلوب قلب كبير تألم وقاوم وتصد قلب ملأ الشوارع ليخبر العالم أن حقه ما زال مختصبا خاطب الضمير العالمي مرات ومرات لم تنصفه إلا الشعوب الحرة والضمائر الحرة إنصاف تبلور في محور المقاومة من إيران وجبهات الإسناد من لبنان إلى العراق واليمن وسوريا وغيرها في دول أمريكا اللاتينية والعالم فماذا يمكن أن يكون عليه مستقبل القضية؟ الانفراج الذي يرضي الفلسطينيين أولا أو الانفجار الذي سيؤدي من دون شك إلى إعادة ترتيب أوراق المنطقة؟ وماذا عن حسابات التطبيع؟ ومن يعتقد أنه بعد اليوم يمكن أن يحجز له مقعدا في الصفوف الرمادية؟ وهل يمكن التعويل على توسيع بيكار محور المقاومة؟ ووفق أي أبعاد وحسابات؟ الثابت أن معظم مشاريع المنطقة وربما العالم تفرملت أمام الطوفان وهي شوارع العالم تطوف بقضية الإنسان في كل مكان القضية الفلسطينية جراسيا بيتار الميادين سيدة لو أبو أحمد فؤاد أمام هذا الطوفان طوفان العالم لأن طوفان الأقصى غير وجه العالم غير ذهنية العالم بإجماع اليوم بإحياء هذه الذكرى لكل الفصائل الفلسطينية تأكيد على أن هذا الكيان هو أقرب إلى الزوال بالمنطلقات ونحن نتحدث عن واقع إسرائيلي مفكك خلافات تطفو حتى فيما يتعلق بما أشار إليها أبو العبد بمستقبل القطاع من يدير قطاع غزة وهذا ما تم مناقشته معكم يعني بين مختلف الفصائل الفلسطينية سيما بين الجهاد وحماس والجبهة الشعبية نحن نتحدث عن أي رؤية لليوم التالي لغزة في ظل ما سمعناه اليوم من جالنت يشدد بأنه يرفض أي حكم أي وجود إسرائيلي عسكري أو إدارة تحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة أولا أتوجه بالتحية للأخ المناضر أبو العبد هنية ونوافق على ما تفضل به فيما يتعلق بمعبر رفع ونحن نعم مع التجديد على هذا الموقف لا أحد يتدخل في شؤوننا الداخلية الفلسطينية أظن أننا وصلنا إلى الحد الذي نستطيع أن نقود أنفسنا وشعبنا ونحن مدعومين من محور المقاومة ولا أحد آخر محور المقاومة ولذلك أنا قلت يعني أن جرى البحث معنا في هذا الموضوع سواء كان في تركيا أو في بيروت وحتى فيما يتعلق بمشاريع الاتفاقات إلى آخره وناقشنا هذه المسائل واتفقنا وقلنا أن يجب أن تبقى هذه النقاط الأربعة التي طرحت من قبل الإخوة سابقا بأنها ثوابت لا نتنازل عنها لأن العدو فعلا هو الآن في وضع يعني صعب خاصة فيما يتعلق بالأزمات الداخلية التي يعاني منها ولولا هذا الصمود وهذه المقاومة الحقيقة وهذا المحور محور المقاومة لما اشتدت الأزمات الداخلية لدى الكيام الصهيوني السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية وهذه كلها باتت معروف لدى الجميع أريد أن أقول أيضا بوضوع أنه بعملية حسابية واضحة المقاومة حققت أولا يعني امتصارات سياسية متتالية سواء على صعيد هيئة الأمم أو حتى على صعيد مجلس الأمن ولكنها حققت في مجالات شعبية على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالجامعات كما تفضلت قبل قليل وأيضا فيما يتعلق بأن القضية الفلسطينية أصبحت قضية الشعوب وقضية الدول وأصبحت عنوان يعني من العلوين للنقاشات الداخلية ومعظمها مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني الإنجاز الآخر الذي تحقق بالفعل هو أن هناك خمس جبهات مفتوحة على هذا العدو وهذه الجبهات جبهات فاعلة ومؤثرة وليس جبهات بيانات أو تصريحات وفعلا نحن أمام خمس جبهات يعني الجبهة الفلسطينية الجبهة السورية الجبهة اللبنانية الجبهة العراقية الجبهة اليمنية وألف ألف ألف تحيي للشعب اليمني العظيم ولقيادته الشجاعة وأنا كما تفضل أخي معي النعم أنا كنت مسؤول عسكري وكان يعني عندنا مئات المقاتلين اليمنيين وهناك عدد كبير منهم جرحة أو استشهد وكان في الفصائل الأخرى يعني أيضا مئات بغض النظر عن رأي النظام في ذلك الوقت الأخير لكن هذا هو الإنسان اليمني وهذا هو فعلا ما سجلوا في تاريخ الصراع مع هذا عدو صيوني والآن هناك قيادة وشعب بنفس الاتجاه ونحن فعلا نتممى ونأمل أن يكون هذا النموذج اليمني في كل القطر العربي بس بالمظاهرات بالمظاهرات والآن يعني إحنا لا نطالب الآخرين بأنهم يستلوا سيوف ما عدش في حدا منهم هذول باستثناء محور المقاومة نحن نريد فعلا هذا الحشود الشعبية التي نراها كل جمعة تقريبا في اليمن الشقيق وعمليا هناك فيه إمكانية أن تكون هذه النماذج موجودة في أخطار عربية أخرى ولا نريد بهذه المناسبة أن نسجل اللوم على هذه الجهة أو تلك لكن مطلوب هذا الموضوع وفعلا قلنا أكثر من مراتها بكويس الآن الجامعات بأمريكا وبي إسبانيا وبي فرنسا وإلى آخره أين الجامعات العربية؟ أين الجامعات في الدول الإسلامية؟ مشان الله وين هي هذه الجامعات؟ مئات آلاف الجامعات في البلاد الإسلامية وفي البلاد العربية ما شايفين جامعة عام الاعتصام يعني يستحق فعلا أن يشكل دعم للجامعات التي تدعم وتؤيد الشعب الفلسطيني من حقنا على هذه المحطة أن نقول رأينا بصراحة ونحن الحقيقة لا نخشى لوم تلائم لأننا نقول ما يمكن أن يخدم الأمة بأسرها سواء الأمة الإسلامية أو الأمة العربية ونقول فعلا ما يمكن أن يشجع ويدعم الشعب الفلسطيني لحب الآن ما شفنا الحقيقة أي دولة عربية قدمت على سبيل المثال تبرع لإعمار غزة لماذا؟ لأنه لسه القرار أمريكي ولا أحد يستطيع أن يتحدث لأنه القرار أمريكي وكما تفضلت حضرتكم ممكن يكون هذا في القسم الآخر فيما يتعلق بمؤتمر قمر لا يمكن أن تشير إليه سيادة اللواء أنا لم أحكي عن الخمس جبهات يعني ما هو المتوقع وأن تأتي هذه القمة بهذه الظروف أنا لم أحكي عن الخمس جبهات أنا قلت تعرف أنت حضرتك يعني في مثل شعبي بيقول لو بدها تشتي غيمات لو بدها تشتي غيمات لأنه ما في شيء ما فيه مقدمات ما شفنا مقدمات طب هذا التحدي اللي حاصل يعني بمعبر رفع معبر رفع مش بده دعم للفلسطيني والمصري من كل الدول العربية ولبس بيان نستنكر هذا إشي الحقيقة صار يعني مأساوي ومؤلم بكل المعاني وأنا فعلا يعني لما قلت في خمس جبهات في جبهة أخرى أساسية وهمة هي إيران التي كانت فاعلة بالميدان وليس فقط بيانات وهذا كنا لحظنا يعني في العملية اللي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببطولة وشجاعة عدا عن الدعم والإسناد الذي تقدم الجمهورية الإسلامية لكل يعني قوى المقاومة أنا أقول كل ما يمكن أن يتحقق من إنجازات سببه هو صمود هذا الشعب العظيم وليس فقط المقاومة هذا الشعب الذي يحتضن المقاومة في الضفة في القطاع بـ 48 بارح كانت المباراة بـ 48 لأنه دول أصحاب الحق وأصحاب الأرض كما هي بالنسبة لأهلنا في الضفة وفي القطاع أنا أقول أن الجامعة العربية غابت فترة طويلة صار لها أشهر ما عقدت اجتماع لو بس يوعدوا مع بعض يشربوا شاي قهوة بلاش يحكوا يعني بس يشربوا شاي قهوة ما فيش حتى اجتماع ممنوع يصير الاجتماع ممنوع بأنه اللي بيقود المعركة من ألفة إلى ياءها هي الولايات المتحدة الأمريكية وكل من هو مع الولايات المتحدة الأمريكية يتآمر على هذه الشعب وعلى هذه القضية وعلى هذا المحور المقاومة لذلك نحن نأمل ونتمنى أن أكون هناك فعلا يعني مواقف تمارس وتترجم سواء كانت على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد وضع خطة لأعمار غزة نحن نستعجل الحقيقة على موضوع الموقف السياسي الذي يمنع الإبادة الجماعية يعني أن يصدر مثل هذه المبادرة من جنوب أفريقيا الذين يستحقوا التقدير والاحترام منا جميعا ولكن في نفس الوقت لا نجد الحقيقة هذا الدعي لجنوب أفريقيا ونقدر هذه اللغة الصريحة والعفوية حتى بمخاطبة هذه الأقطاب العربية تحديدا بما يمكن أن تقوم بفعله بعد ثمانية أشهر من هذه الإبادة ومعثبات وصمود الشعب الفلسطيني وتحديدا بمساندة أساسية لمحور قادر وفاعل كان الظهير الأساسي للمقامة الفلسطينية وهنا من هذه الجزئية سألت سؤال أساسي زميلة جراسيا بيطار أستاذ محمد البخيتي نحن نتحدث عن فرض قواعد اشتباك جديدة بمواجهة ليس فقط الإسرائيلي بل الأمريكي والبريطاني وكل من ساهم بدعم هذا الكيان بما خطته تحديدا جبهة الإسناد اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وحتى المحيط الهندي هل يمكن التعويل؟ كيف يمكن التعويل على توسيع بكار محور المقامة ووفق أي أبعاد وأي حسابات؟ أنا كما قلت قبل قليل أن قادة الكيان قد فقدوا الرؤية الاستراتيجية لذلك لم يعودوا يدركون خطورة المتغيرات ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم على وجود هذا الكيان فمثلا الكيان قد أدرك الضربة الأولى لطوفان الأقصى ما ترتب عليها من خسائر أسكرية كبيرة ولكنه لم يدرك حتى الآن أن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائمه هي ضربة أقوى لهذا الكيان لأن هذا الصمود هو سبب هذا الحراك العالمي وتغيير الكثير من قواعد الاشتباك فمثلا تدخل اليمن والذي فرض قواعد اشتباك جديدة لم يكن منذ اليوم التالي أو الثالث أو الرابع لطوفان الأقصى وإنما بعد مضي مدة كان بإمكان الكيان أن يتجرع تلك الهزيمة ويكتفي بالضربات التي وجهها دون الحاجة لإكتحام غزة لكن فقدوا الرؤية أيضا نلاحظ مثلا أن نتنياهو يتصور أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني هو مجرد أشخاص وأنه عند القضاء عليهم خلاص سينتهي الأمر يعني استغرب أنه لا يدرك أن هذا الصمود هو فكرة وهذه الفكرة تتعزز يوما بعد يوم في أوصاد الشعب الفلسطيني في أوصاد الشعوب العربية والإسلامية في أوصاد أيضا العالم أيضا إرادة هذه المقاومة هي إرادة هذه الإرادة أيضا تتعزز يوما بعد يوم إذن إذا ما استمر الكيان الصهيوني في الإصرار على عمليات الإبادة ضد أخواننا في غزة فعنه سيكون هناك متغيرات كبيرة جدا فمثلا الآن أمريكا قد جربت تقريبا كل الخيارات أمريكا وبريطانيا جربوا جلب الأساطيل أيضا إيجاد تحالفات لوقف هجمات اليمن أيضا جربوا كل الوسائل لدفع الشعب الفلسطيني للاستسلام لكن كلها فشلت الآن ماذا؟ بقي معهم خيار واحد وهو إشعال مثلا الجبهات الداخلية في اليمن وتوريط دول عربية بالعدوان على اليمن وعلى دول محور المقاومة ونحن أقول أن ارتكاب مثل هذه الحماقة لن تؤدي في النهاية إلى انتصار دولة أو هزيمة دولة وإنما ستؤدي إلى تغيير خريطة المنطقة وهذا سيؤدي ليس فقط لخسارة الكيان الصهيوني بل أيضا لخسارة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لأدواتها في المنطقة أستاذ بخيتي انطلاقا من هذه الرؤية التي فصلتها وشرحتها نحن نتحدث عن أي واقع كذلك لهذا الكيان الذي لطالما تاريخيا كان مدعوما من هذا الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأننا فصلنا واقع مقاومة باتت بموقع متقدم جدا بالدفاع عن هذه القضية اسمحوا لنا أن أذهب إلى هذا العرض تحديدا يشير إلى واقع إسرائيل في ذكرى تأسيسها إذن أمام العمليات الملحمية للمقامة الفلسطينية والصمود الإسطوري للغزيين تبدو تل أبيب أكثر عجزا وفشلا كلما طال أمد العضوان الصحفي الإسرائيلي إفراييم جانور كتب في معاريف أن أي حكومة لديها مسؤولية قومية كانت لتقف بعد إخفاقات كهذه بكل جرأة وتقول بصوت مدون لم أعد أستطيع الاستمرار أما بالنسبة إلى الشمال فمن أرض المعركة يصف مراسل القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية ما يشاهده ويسمعه يقول إن معركة الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لم تكن ناجحة على الإطلاق الأسوأ لم يأتي بعد هذا ما يراه اللواء احتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك ويحذر بريك من أن قادة حكومة الحرب نتنياهو وغالنت وهليفي وغانتس وأيزين كوت يقودون جمهورية الموز الإسرائيلية إلى أكبر كارثة في تاريخها بريك يصف هؤلاء الأشخاص بالعصابة التي تتحمل المسؤولية عن الخسارة ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع هزيمة حماس وهو عاجز عن دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني التمزق الإسرائيلي الداخلي مسألة أضاءت عليها مجلة الإيكونوميست البريطانية بالقول إن إسرائيل تمزق نفسها تحت وطأة الغضب والدموع والاتهامات المتبادلة وتضيف المجلة إلى أن إسرائيل عالقة في حرب كارثية وفي الخارج صورة قاتمة أكثر بدءا من حرب الاستنزاف من لبنان مرورا بهجمات صنعاء في البحر الأحمر وصولا إلى الرد الإيراني بالهجوم المباشر بأسئلة سريعة في جولتنا الأخيرة بما تبقى لنا من وقت أستاذ معا تحديدا نحن نتحدث عن قلق وجودي بالنسبة للكيان الإسرائيلي في ظل هذه التحديات هل يمكن القول أن الداخل هو الذي سينهي هذا الكيان وهذه الخلافات والأصوات التي تقول على قادة الكيان أن يعترفوا بالهزيمة يعني بدون شك في الكيان الصهيوني الداخل والخارج مترابطان بمعنى أنه بمقدار أيضا ما نؤثر في القرار الدولي وفي القرار الأمريكي من خلال الضغط الشعبي الأمريكي ومن خلال الضغط العربي والإسلامي بالوسائل المعروفة يمكن أن نفاقم من الصراعات داخل الكيان الصيوني وبقدر ما تتشع هذه الصراعات أيضا يصبح الدعم الغربي كما بدأ الأمريكيون يعترفون بفشل هذه الحكومة في مواجهة التحدي إذن علينا أن نعمل على الجبهتين معا وأن نتذكر أنه بالإضافة إلى الجبهات الخمسة التي أشار إليها أخي أبو أحمد هناك جبهة شعبية في عدة أقطار عربية علينا أن لا نقلل من أهميتها ما يجري في الأردن كل جمعة بالإضافة إلى ما يجري في اليمن في اليمن شعبيا وعسكريا الحمد لله يقومون بأحسن واجباتهم لكن أيضا الأردن هذه المظاهرات يجب أن لا نستخفها بتأثيرها كذلك في المغرب لا يمر يوم في المغرب إلا هناك تحركات في بلد تبرى قاعدة للتطبيع مع العدو حتى في البحرين البلد الصغير الذي يتابع حركة المناضلين في البحرين يكتشف أن هناك حراك واسع لا نريد أن نتحدث عن الجبهات المقاتلة أنا هنا أقول أننا أمام مرحلة يجب أن نطور دغتنا نحن وباختصار أنت تعرفين أني رئيس المركز العربي الدولي التواصل نحن منذ عشرين سنة انتبهنا لأهمية التحرك على المستوى العالمي وأطلقنا المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة للفلسطين الذي كان يرأسه وزير العبد الأمريكي السابق رامزي كلاير والذي كان يقول لنا أن شعار العدالة للفلسطين بدأ يتحول إلى شعار بين طلاب الولايات المتحدة الأمريكية هناك روابط طلابية في الولايات المتحدة الأمريكية شعارها لذلك اعتبرنا منذ البداية كما أن هناك بعد قومي عربي لقضية فلسطين وبعد إسلامي لقضية فلسطين وبعد أخلاقي وإنساني ولكن هناك أيضا بعد إنساني وبعد أممي ويجب أن يكون عملنا وخطابنا وتوجهاتنا وممارساتنا بهذا الاتجاه كلما ندفع بهذا الاتجاه نعمق التناقضة داخل الكيان الصيوني وهذا يأخذنا بالفعل إلى تحالف عالمي كحركة حرورية عالمية مساند للقضية الفلسطينية بقي لديه دقيقتين فقط بدقيقة لك سيادة اللواء تل أبيب كلما ذهبت أكثر بإطالة العدوان ما هو مصير ومستقبل هذا الكيان بتأثير مباشر عليها يعني أنا أعتقد أن 7 أكتوبر وضع إشارة حول استمرار هذا الكيان أو زوال هذا الكيان وهي إشارة فعلية بما تبعها من فعاليات باتت معروفة للجميع الأمر الآخر أن هذا الكيان يعيش أزمات داخلية لن نشدها سابقا وهي معلنة وهي معلنة عدا عن أزماته مع الجهات المؤيدة والداعمة له تاريخيا إذن هذه البطولات وهذا الصمود مثل يعني قوة فعل في داخل هذا الكيان وهناك معلومات نازالت يعني تصل بأن أعداد كبيرة قد هاجرت من المستوطنين الصهاينة وأن هناك يعني ما يسمى المستوطنات في منطقة الشمال بوجود حزب الله وفعالياته قد رحلوا وهاجروا وغلاف غزة أيضا قد رحلوا وهاجروا ولن يعودوا ولن يستطيعوا أن يستمروا في هذه المستوطنات وفي هذه المناطق والأمر الآخر أن هذا الكيان بخلافاته الداخلية قد يصل إلى ما هو أبعد مما نشاهد الآن علما بأن الرعاية الأمريكية مستمرة والمحاولة لترتيب الأمور الداخلية مستمرة ولكن الهزيمة الحقيقة أصابتهم بكل هذه المصائب التي يعيشوها على الصعود المختلفة وكما ذكرنا قبل قليل هذه الجبهات في مقدمتها الجبهة اللبنانية والجبهة الليمانية جعلت هذا العدو يفكر ألف مرة بتوسيع المعركة في هذه الجبهات المختلفة وخاصة الجبهة الفلسطينية وإن شاء الله الأمور تتطور وتتصاعد في الضفة الغربية بفاعليات أكبر مما هو قائم الآن أقول فقط نقطة واحدة نحن إذا حصل أي اتفاق نقول أن آخر بند يجب أن يكون بند تبادل الأسرة والأمر الآخر ننادي وننادي وننادي بأن الاتحاد الروسي يجب أن يكون أحد الضامنين وليس الولايات المتحدة اللي هي يعني الجلاد وهي الحكم نريد فعلا انتحاد الروسي أن يدخل على هذا الخط ليس فقط بأن يكون باملا وصلت الفكرة سياد فقط لأنه بقي يتصرب نعم يسبق هنا الوقت وأقل من دقيقة أيضا لك سيد لبخيتي أعتذر منك فقط لديق الوقت نحن نتحدث عن من يمتلك اليوم القادر على فرض المعادلات بالنسبة لتحديد مسار هذه الحرب وفي ظل هذه الموازين التي كنا نشير إليها في هذه المسائية منذ بداية طوفان الأكسر أنا كنت دائما أؤكد على أن هذه الحرب التي يخوضها محور المقاومة لها طبيعة خاصة لأن ساحتها الأخلاقية أهم من ساحتها العسكرية والحمد لله بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وأيضا في استمرار جبهات المساندة لم نمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أي أهداف عسكرية ولكننا في النهاية انتصرنا في الساحة الأخلاقية وهي الساحة الأهم لأن الكيان الصهيوني قام على أساس فرضيات هذه الفرضيات كلها سقطت بفضل صمود الشعب الفلسطيني وأول تلك الفرضيات أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وأن وجود هذا الكيان سيكون أيضا في مصلحة الفلسطينيين وهذا الشيء يعني يتضح مثل هذا الإدعاء أيضا أن هذا الكيان كيان أخلاقي كيان ديمقراطي الآن أتضح للجميع أن هذه عصابة إجرامية وبالتالي هناك صحوة ضمير سيكون لها تأثير كبير على مستقبل المنطقة وستؤدي في النهاية إلى إنهاء وجود هذا الكيان شكرا جزيلا لك أستاذ محمد لبخيتي عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله كنت معنا مباشرة من صنعاء شكر موصول لك سيادة الليوة أبو أحمد فؤاد مسؤول العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كنت معنا مباشرة من دمشق وشكر موصول لك أستاذ معنا بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن والأمين العام السابق أيضا للمؤتمر القومي العربي شكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة هذه المسائية انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر